تعرف الشركات القابضة بأنها هي الشركات اللي يكون الغرض الرئيسي منها هو المشاركة في رأس مال شركة أو عدة شركات للسيطرة عليها نظام الشركات السعودي لم يتطرق نظام الشركات السعودي المطبق حالياً إلى هالنوع من الشركات إلا أن مشروع النظام أفرد باباً لشركات القابضة وهذا ما يعني عدم وجود شركات قابضة تنافس في قوتها مع أكبر الشركات القابضة العالمية برغم من مواجهتها لكثير من الصعوبات حيث يقدر عدد الشركات القابضة في الأحصائيات الأخيرة بعدد 2735 شركة قابضة ومن أبرز أمثلتها شركة المملكة القابضة اللي تدار من خلال مالكها ورئيس مجلس الإدارة فيها الأمير الوليد بن طلال عام 1979 بداية الشركة بما يسمى في ذلك الوقت مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات وبرأس مال متواضع وهو 100 ألف ريال سعودي عام 1988 المملكة تشتري حصة 30% من البنك السعودي التجاري المتحد عام 1991 تستثمر 590 مليون دولار في شركة سيتي كورب عام 1994 تشتري 24% من ديزني لاند بباريس بـ 345 مليون دولار و22% في شركة فور سيزون للفنادق